موسيقى ولد في قرية رويسة القسيس عام 1954 من أهم مؤسسي جمعية أصدقاء أوغاريت في مدينة اللاذقية له العديد من المؤلفات في المجال الفكري والأدبي وأشهرها رواية قمح بالإضافة إلى العديد من النصوص المنوعة بين مسرح وشعر وقصة تناول فيها الأدب الأوغاريتي برؤية نقدية جديدة وكان أهمها الوطن الأم أوغاريت ضيف رحى اليوم الأستاذ سجيع قرقماز اختصاصك أدب إنكليزي لكن عندك باع طويل بالآثار وبالتراس شو هو سر هذا الاهتمام؟ بداية حياتي العملية أنا فيني أقول بلشت معي مع بداية الثمانينات بالدلالة الأثرية والاهتمام التاريخي الأثري وخصوصي اللاذقية وبالأخص الحضارة الأوغاريتية اللي هي صارت بالنسبة لألي عشق ليست فقط دراسة ليست فقط اهتمام ليست مادة للحفظ والعمل والشغل لا لا صفت عشق صفت حالة طبيعية وصفت دائما موجودة في المواقع الأوغاريتية الموجودة من ضمن هذا الموقع كل ما طلعت أكثر على ثقافة أوغاريت كل ما طلعت أكثر على ميثيروجية أوغاريت كل ما طلعت أكثر على حياة الأوغاريتيين عفنهم عمسرحهم على حياتهم العامة الشعبية في أي منطقة في العالم كل ما حسيت حالي أنا أزداد ارتباط بهم وأعود شوي شوي لأصلي الأوغاريتي فأنا أوغاريتي وبالمناسبة أنا اسمي الحقيقي ابن السماء الأوغاريتي وهذا المتعرف عليه لأنني بحس حالي أنا ماني من هالعصر ماني من هالواقع المعاشي اليوم لا أنا عايش عصر آخر مختلف وسعيد أني عيش هذا العصر المختلف لأن أهم شي في هذا العصر أو ذاك العصر الأوغاريتي المختلف أنه أن الإنسان هو غايته والإنسان هو مبتغاه وهدفه والإنسان هو اللي عايش بأجمل ما يكون فيه من كل شيء كانت حتى أغانيهم حتى موسيقاهم حتى الميثولوجيا تعيتهم لأن أغانيهم تعيتهم دائماً تهتم بهذا الشعب الجميل تهتم بهذا الشعب اللي بيحب الثقافة بيحب الفكر ولذلك كانوا رواد بهذا المجال كانوا رواد بالموسيقى رواد بالميثولوجيا بالأساطير والملاحم رواد باختراع الأبجدية رواد ببناء السفن رواد بالملاحة البحرية يعني أنت ما بتخيلي أنه مكتبة أغاريت اللي موجودة اليوم في متاحف العالم مكتبة أغاريت كان فيها أرشيف هائل جداً من ضمن هذا الأرشيف كان عندك شيء اسمه لغات مقارنة تعيشين لغات مقارنة؟ يعني هذا من الأداب المحدثة هالأيام يعني كان فيه أداب مقارنة إذن أنا في عندي ثقافة هائلة لهذا الشعب الأغاريتي تخليك تحبيه جداً وتعيشي معه جداً من هون إجت الريادة الأغاريتية لأنه فترة أغاريت ما كان فيه شيء إسا إيه سبقها سبق أغاريت شيء أهم هو ريادة بابل ثقافة بابل اللي عملت جلجامش اللي عملت حمرابي اللي عملت كتير من القوانين الحضارية للعالم الحر للعالم الإنساني في ذلك الوقت واللي استمرت حتى اليوم يعني كان اللي سبق أغاريت فقط هو جلجامش الملحمة الهائلة الإنسانية اللي عملت شيء كتير في العالم واللي كان ملاحم وأساطير أغاريت متابعة لها لذلك شفنا هذه الملاحم والأساطير غايتها شو هي؟ غايتها الإنسان غايتها رقي الإنسان غايتها شرف الإنسان والسعادة لهم هلأ نحن في موقع القصر الشمالي في أغاريت حابين نحكي عن أهمية هذا الموقع وشو الإنجازات اللي قدموه الأغاريتيين غير الأبجدية وغير النوطة الموسيقية اللي نحن صرنا بنعرفها أنه هي إحدى أهم اختراعاتهم اللي صدروها لدول العالم والمناطق المجاورة بالعالم القديم حابين نعرف أهمية القيم المدافر اللي قدموه الأغاريتيين في مجال الصناعة والتجارة هلأ نحن هون في موقع اسمه رأس بن هاني رأس بن هاني أو بيسموه بريت الأغاريتية بريت يعني الأبار يبدو الأبار الأغاريتي كانت هون فنقمادة التانية هي إجمالا نحن نذكر كلمة نقمادة التانية أو الملك نقمادة التانية فنحن نحن نحكي عن حضارة أغاريت لأن حضارة أغاريت امتن ازدهرت ودونت إذا كان لغة بجدية امتن دونت كلها في منتصف القرر الرابع عشر قبل الميلاد في منتصف القرر الرابع عشر قبل الميلاد من كان الملك هون كان نقمادة الثانية فأي شيء نذكره عن الفترة نذكر النقمادة الثانية حتماً نقمادة الثانية التي نحن أغاريت تباود عنا خط نظر حوالي خمسة إلى ستة كيلومتر ونحن هون على البحر هلأ هنا تحتها في مينة المينة المشهورة مينة البيضة نحن هون في المنطقة نحن هلأ غرب أغاريت حوالي خمسة كيلومتر جنبنا كمان في مرفأ كان المرفأ الخاص بنقمادة الثانية نحن هاي المدينة بيسموها بريت أو بيسموها ابن هاني اللي هي كانت المقر الصيفي لملوك أغاريت يعني كانوا بالصيف ما يعدوا هونيك لأ يجوين تقلوا هالمنطقة هذي مقر الصيفي هون شو يعني؟ يعني في بحر في سباحة في مرفأ في الاخرية لكن كان أهم شي إنه كان يبدو المنشآت الاقتصادية الهمة مرتبطة بهالموقع أكتر من غيرها وبالتالي كان هون شي هز العالم اكتشاف هز العالم يعني اليوم أنت باب تذكري أغاريت بتقولي والله في أغاريت كان فيها موسيقى بجردية ميسولوجيا ملاحم أوكي بس كان في شي أهم من كلهم بأغاريت ما هم تذكروا يا جماعة شو هو؟ قبل شي اسمه البرونز كان العالم يعتمد على القصدير والنحاس يعني عما نخاخد هالمادة اللي هي من قصدير والمادة اللي هي من نحاس ونعمل منها أدوات سفن معاول رماح إلى آخره هذه المواد هشة ضعيفة يعني بياخد لواحد رمح يمكن بضرب فيه واحد يصيبه فما بيقتله وينكسر ويكتلوا منه هش اليوم من الأيام الحرفي الأغاريتي بيعمل نوع من المزج ما بين النحاس والقصدير بيطلع مادة جديدة مع لونة برونزي بيسميها البرونز هذه المادة كانت أقوى من المواد الأصلية بعشرات الأضعاف وبالتالي السفينة اللي كانت تحمل عشرين شخص أو المركب صاروا يعملوا مركب يحمل مئة شخص صار عندهم قاعدة معدنية مهمة يقدروا يثبتوا عليها القواعد الخشبية صار هون الفأس أو المعول أو 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 صفوا أقوياء صفوا ينتجوا أكتر صفوا جميع أدوات المسنوعة برونز وخاصة تماثيل وهي أنتوا إذا منفوتها لأنتوا بالتاريخ منشوف قدرش فيه تماثيل برونزية أدوات برونزية شرعات برونزية ضمن البيوت ضمن أدوات الزينة ضمن أي شيء إذن عصر البرونز شو عمل كيف نحن يوم وقت اللي منحكي عن تطور الإنسانية والبشرية منروح على عصر منروح على وقت اسمه الطباعة وبتطلع الطباعة بتعمل نقلة نوعية البشرية بيطلع الكومبيوتر بيعمل نقلة نوعية البشرية بيطلع الإنترنت بيعمل نقلة يعني أنت في عندك دائما كل فترة من فترة نقلة نوعية البشرية إذن اختراع الأبجدية الأوقريتي هو النقلة نوعية الأهم بزمن الآن العالم ما بتعرف الكتابة شو هي أما الأهم من الكل واللي ما حدا بيعرفوا شو هي النقلة النوعية الاقتصادية اللي خلت اقتصاد العالم يبرز بروز مرعب من خلال اكتشاف أو عفوا من خلال صنع ويسا اكتشاف البرونز اللي هو تشكل من شو من القصدير والنحاس لهيك صفى اسمه عصر البرونز المئات السنين قال السبايك البرونزية معباية الشرق كله ما احنا معرف من الاصلة في عام 1980 بيقرر وزارة السياحة تعمل فندق المريديان باللادية وين بيكون مكان المريديان محل ما عادين أنا وياكلي هلا بيبلشوا الحفر بيطلع معهم مدينة قديمة بيعرفوا العلماء من خيالها الله يسر له دكتور عدنان البني اللي هو كان من أهم الأثاريين السوريين هو الأشرف على عمليات البحث هنا بيكتشفوا انه هاي المدينة هي تابعة لأوقات أوقاريت هاد على 1980 اللي بعد اكتشف أوقاريت بخمسين سنة وبيكتشفوا قلب الصب البرونز اللي عم يدور عليها العالم كله اكتشف سبايك في مختلف عن حق العلب بس وين القلب اللي كانوا يصبوه فيه ما احد اكتشفه هو على شكل جلد ثور بيكتشفوه هون هذه السبايكياتي غيرت وجه العالم كله من هون بتجي أهمية المكان اللي احنا قاعدين فيه هون بس انا اهم من هذا كله عندي انا شخصيا وقت اللي بيجي بيسبح هون احيانا بيطلع لي نقماد تاني مسبحنا وياه احيانا بيطلع لي حدا من الشباب بتتسليحنا وياهون حكاية أوقاريت حكاية تعاش في الذاكرة في الخيال لكن ما بتجي عن عبث وما بتجي من فراغ لا هذا كله موجود شو رأيك بوجود شركة وطنية كشركة رحة عم تهتم بهذا الجانب بجانب التوثيق التراث المادي واللا مادي عم تحاول انه تسلط الضوء على هاي المواقع والممالكة القديمة اللي صارت شبها من نسية والله هاي الشركة انا برأيي يعني باختصار شديد عم تعمل شيء مهم كتير كتير بغض النظر ما بحب أمدح أو شيء بشوف فينا تعمل إسا أكتر من هيك بشوف فينا تعيد بناء إذا بدك وهيدي فكرة خليني أهمسها بمسامع القائمين على هالعمل المهم كتير كتير فيهم يساعدوا أكتر في المستقبل في هذا المجال شرط شرط اللي بيعملوا فيها دائما يكونوا محبين لهالأرض بيكفي